وإحنا دلوقتي في عشرين وواحد وعشرين من سنة تلاتة وسبعين يعني بنتكلم بعد تمانية واربعين سنة وكل واحد مصري بيشوف اللقطات اللي إحنا بنعرضها دلوقتي أكيد بيحس بالفخر وبالعزة وبالكرامة إنها كانت حرب مجيدة فعلاً قدر فيها القوات المسرلحة يعني إذا ما أقول لحضراتكم يصنعوا المستحيل وإحنا بنتكلم عن النادي الأهلي نادي الوطنية وإحنا بنتكلم عن كلمة الوطنية هي مش كلمة بتتقال الوطنية بتكون أفعال قبل ما بتكون كلام طبعاً أكيد القوات المسلحة كان لها دور مهم ودور كبير في هذه الحرب وأيضاً الشعب المصري بأكمله لكن النادي الأهلي برضو كان ليه دور مهم النادي الأهلي وقتها اللي فتح الملعب بتاعه وقتها الاستقبال الجرحة وكان اتحول ملعب النادي الأهلي المستشفى عسكري علشان علاج المصابين في حرب أكتوبر وخاصةً كمان بعد سبعة وستين أيضاً أعضاء النادي الأهلي وقتها الجمعية العمومية كان لهم دور كبير السيدات اللي اشتغلوا في التمريض كمان أعضاء النادي الأهلي اللي بدأ جمع التبرعات علشان وقتاء الحرب بعد سبعة وستين النادي الأهلي دايماً هيفضل النادي الوطنية وبالمناسبة كمان مجلس دارة النادي الأهلي في اجتماعه الأخير خد قرار مهم جداً وهو إقامة حفل بمناسبة انتصار حرب أكتوبر الحفل دايماً النادي الأهلي حريص إن يكون موجود كل سنة كل سنة علشان يعلم الجيل الحالي والأجيال القادمة أهمية حرب أكتوبر اللي احنا بنتكلم بعد تمانية واربعين سنة وإحنا بنحس فيها بالعزة والفخر علشان الجيل الحالي والأجيال القادمة عشان تعرف أهمية هذا الانتصار وهمية قواتنا المسلحة اللي دايماً بتقف جنب الشعب المصري نروح نشوف ونسمع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في كلمات مهمة عن دور النادي الأهلي الوطني بعد حرب سبعة وستين بسم الله الرحمن الرحيم يعني طبعاً في البداية يمكن تواجدنا النهاردة لتكريم أبطلنا تكريم الناس الحقيقة اللي هم رجعون جزء كبير جداً من كرامتنا يمكن أنا عيشت في البداية حربين وعيت عليهم يعني سبعة وستين وسبعة وستين لما معرفش ليه لما رجعت البيت لقيت والدي اللي رحمه بيعيط فإحنا كنا بنعيط رجع الثاني تلاتة وسبعين بقى كنا بنلعب قد كده الواحد كان حس بالفرق وحس به العزة والكرامة يعني عشان كده النهاردة ده مش تكريم لأبطالنا في كتوبر وتكريم الناس الشهداء اللي توفوا عشان خطرنا وعشان خطر البلد والناس اللي معانا ربنا تديهم الصحة هو الحقيقة التكريم إحنا اللي يجب أن نفخر نحنا اللي موجودين معهم النهاردة ده شرف لينا إن إحنا جنبوهم النهاردة شرف لينا إن إحنا نوعا جنبوهم النهاردة كمان يمكن فيه حاجة يمكن معظم شبابنا ما يعرفوهاش دور النادي الأهلي بقى دور النادي الأهلي الوطني خلال حرب 67 أو في حرب 67 وإزاي تحول كلام ده ممكن ناس كتير ما تعرفوهاش ملاعب النادي الأهلي تحولت لمراكز تدريب عسكرية أعضاء النادي الأهلي يعني تطوعوا وتدربوا على المقاومة الشعبية زي كل حتة في مصر مش في النادي الأهلي بس سنقول دور النادي الأهلي اللي إحنا عارفين أو اللي إحنا عشناه كمان سيدات النادي الأهلي بيتسبقوا ويحاولوا أنه هما ياخدوا جرسات أو يعني ياخد تدريب في التمريد هو ده دور النادي الأهلي 67 غير طبعا التبرعات بقى اللي كانت موجودة من الجمهور ومن الأعضاء 73 بقى حاجة تانية خالص برضو فيه تبرعات لكن أقول لكم على حاجة يعني نفخر بها جميعا بقى كأنادي أهلي لما طلبوا تبرع بالدم النادي الأهلي أعلن فسط أعضاؤه التبرع بالدم هعافين حضراتكم أول يوم كم واحد جه 8000 واحد 8000 واحد يتبرعوا بالدم في يوم واحد يا جماعة هي دي الوطنية هي ده هو ده النادي الأهلي وهو دي الوطنية اللي إحنا عشناها دي كانت كلمة الكابتب محمود الخطيب سنة 2018 في الحفل الأقام والنادي الأهلي بمناسبة تكريم أبطالنا أبطال أكتوبر رحم الله شهداء الوطن ورحم الله شهدائنا من القوات المسلحة تشهدائنا من القوات المستخدم has خلقÉ من القوات المترجم